صباح الخير اصدقائي من قناة ميرو بحييكم. النهاردة هنقدم الجلاش بالفراخ. معلش اعزروني النهاردة صوتي تعبان شوية عندي برد. فممكن الصوت يبقى متغير شوية. اللي مشافش القناة قبل كده لايك شير سابسكرايب. ويفعل الجرس. ويضغط على كلمة قول اللي يصلكم كل جديد. نهاردة هنقدم جلاش بالفراخ. متعودين ان الجلاش يبقى بحشوة اللحمة المفرومة. لكن الحشوة جميلة جدا اللي هي الفراخ وفلفل والبصل. عندنا كمية صدور من الفراخ وبصلية. وواحد فلفل كبيرة. هنبتدي نشوح الطريقة بقى. هنشوح البصلة الاول مع الزيت. وبعدين هنشوح الفراخ. اذقائي فيه تكات كده هقولها. اه تاخدوا بالكم منها. في ان شاء الله واحنا بنعمل الطريقة. في اول حاجة اه في الطريقة احنا هنبتدي اه نحط زيت. عشان نشوح البصلة. بعد كده هناخد البصلة. ونحطها في الزيت ونشوحها. اه عايز اقول كم ان انا غسلت الفراخ خويس قوي. وقطعتها اه شرايح زي بالزبط. اه شرايح الشاورمة. اه زي ما انتم شايفين. طولية كده اه صغيرة طولية. هنبضل كده اصدقائي لغاية البصلة تتدبل. هنحط اه الفراخ. هنقلب اصدقائي. طيب بعد كده هنحط التوابل. عندي بطرة اه توم. جرليك اه باودر. عندي فلفل. ملح. بابريكا. سبع بوهرات. واللي عايز زود اه اي من التوابل يحط. انا اه دقت اصدقائي التوابل. الوجيد هنحط الفلفل بقى كمان. اللي عنده اصدقائي فلفل آآ الوان يحط. فاللي عنده آآ فلفل احمر اصفر يحط. هنقلب. وانسيبها لغاية ما آآ كله بقى يدبل كده والفلفل كمان يتدبل. يعني خلاص كده تقريبا. آآ هنسيبها تبرد. ممكن آآ هنزود عليها زي ما قلتلكو. فلفل الوان اصفر و احمر علشان يدو لون ويدو طبعا قيمة غزائية. اذقائي ممكن في الحشوة كمان آآ نحط زتون آآ آآ اسود اخضر آآ للي حب طبعا. كده هنقفل عليها. انا قفلت عليها ويعني بشوحها كده في النار المتبقية يعني من الحرارة المتبقية. بردة الفراغ آآ باوريكس او اي صانية تحبوها مدورة آآ يعني آآ مستطيلة. اي نوع من الصواني ممكن ان انتو تستخدموها. هنبتدي نفرش في قاع الصانية. ثمنة وزيت. او آآ ممكن تسختمو زبدة وزيت زي ما انتو عايزين. ممكن زيت بس. نفرش آآ واحدة واحدة. وبين كل طبقة كل ورقة والتانية. هنحط آآ لسمنة لزيت. طبعا السمنة احلى. والسمنة البلدي احلى واحلى. ملحوظة اصدقائي اثناء آآ آآ الفرد. لازم نغطي الجلاش. اول طبقة اصدقائي طبقتها كده 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 كده. آآ هنطبقها بحيس ان يبقى الجهة دي مساوية الجهة دي. يعني ممكن مرة نطبق بالطريقة دي ومرة الورقة التانية نطبق بالنحية التانية. هندهن آآ الطبقة الاولى او الورقة الاولى بالسمنة. ممكن تعمله ورقتين. طبعا ازا ما كنتوش عايزين آآ ساملة كتير. هنجيبي الورقة التانية اصدقائي. حتى لو تقطعت مش مشكلة خالص. هنجيبها كده. اهي. وبعدين نتني دي كده. وندهن. الورقة التالتة بقى اصدقائي كده. كده. وهنطبق بالطريقة دي. نحية المعاكسة للورقة اللي فاتت. ندهم برضو. هنعمل كل ورقة بالطريقة دي. ورقة بعد ورقة لغاية الجزء اللي في النص. آآ اصدقائي معلومة آآ نعرفها ان النص اللي تحت لازم يبقى اكتر من اللي فوق. عشان دي قاعدة. دي القاعدة بتاعة آآ الصينية. قاعدة الجلاش. صينية الجلاش. الجزء اللي تحت من النص. يعني النص اللي تحت اكتر عدد الورقة من النص اللي فوق. هنحط بقى الغطة بتاع الحشو. غطة من اللي هو الورقة اللي فوق الحشو. بطريقة متساوية. وندهن. آآ المادة الدهنية. آآ آآ نبتدي نحط الورقة اللي هتغطي. بعد كده. بنفس طريقة الاولانية. يعني كده. وبعدين. كده. طريقة منتظمة. يبقى المرة الجاية هيبقى العكس. النحية التانية. المرة دي بقى هنعمل العكس. اصدقائي كده. بعدين نتنيكل. الطبقة الاخيرة اصدقائي. اخر طبقة بندهنها سامنة. قبل ما نقطع آآ الصينية. وهنسقيها بعد ما آآ تتقطع. باللبن. وبيضة. وآآ ملح وفلفل طبعا. زي ما انت شايفين اصدقائي خلاص كده. كل منطقة آآ فرجتها بالسمنة. آآ نقطع الاول. وبعدين نجيب بيضة مع اللبن وملح وفلفل. طبعا اصدقائي زي ما انتوا عايزين التقطيع. هي يعني ممكن نقسم دي آآ تبقى ثلاث قطع. هدي اول واحدة. ناخد بس الشكل الاول. هنقطع بقى اصدقائي بالعرض. كده. قطع برضو متساوية. هنحط لبن. هنكون القليط. الجلاش هنسقيه باللبن والبيض. هنحط آآ بيض. ونقلب. كويس جدا. هنحط ملح وفلفل. الزقائي بعد ما قطعنا القطع متساوية. آآ ما قطعنا الجلاش قطع متساوية. هنحط بقى البيكن باودر مع اللبن مع البيض. وملح وفلفل ونسقيها بقى. كده زي ما انا آآ شايفين كده اصدقائي انا مش هغرقها عشان تبقى مورقة ونشفة يعني ما تبقاش طرية قوي. واللي حب تبقى طرية آآ يزود آآ اللبن والبيض. هنكمل كله اصدقائي كده. هندخلها على فرن مية وتمانين. آآ لغات ما تصفر آآ الجزء اللي تحت. وبعدين نرفعها فوق تاخد وش بس. بدو نعمل حركة دي عشان تتساوى آآ يعني في كل حتة البيض اللبن. اصدقائي آآ خرجت آآ صنية الجلاش من آآ الفرن حلوة وراحتها تجنن ومورقة على الآخر. آآ اصدقائي خرجت الصنية وآآ آآ جميلة جدا آآ وارجو ان انتوا تكونوا آآ عجبتوا بالحلقة النهاردة. وإلى اللقاء وتحياتي مع آآ قناة ميرو وفيديوات جديدة ومعلومة جديدة. وإلى اللقاء. أشكركم.